السلام عليكم اللبنات كديرين شكا تعودوا باخير كنتمنى تكونوا مزيان وتكون الامر ديالكم مزيانة اليوم الأخوات ديالي بغيت نشارك معكم واحد حض المعلومة على الزبدة بالنسبة للبنات للشعر ديالهم يعني متضرر ومتقصف الشعر ديالهم يعني جاف يعني كاين الحلب واحد المكون اللي كاين في اي منزل كيف ما كتشوفوا عندي هنا اي زبدة اي زبدة يعني عندكم ما شى بالضرورة تكون هاد النوع هاد اي نوع عندكم يعني الزبدة رائعة فيها بعض الفوائد للشعر ديالنا كترتب لنا الشعر وكتعالجنا التقصف ويعني هي كتعتبر يعني كيراتين طبيعي يعني كيراتين وفنسلوكس بروتين للشعر ديالنا رائعة بزار في الشعر كتليين لنا الزغبة ديالالشعر مهم كتتاخدوا يعني مثلا معلقة ديال الزبدة او جوج معالقة على حسب شعر ديالك يعني على حسب شعر ديالك طريقة الاستعمال ديالها يعني كتتوضعيها على الشعر خصلة بخصلة مع التدليك يعني كي بحالي كنديره تصر طيبة لابغي تشعر ديالك يرطبها كتترطب لنا الشعر كتبقى يتقسم شعر ديالك إلى خصل وكتبقى يدهني خصلة بخصلة وكتجب دي الشعر كتملقي الشعر كامل ضروري يا ابنات بحالة ترطيبة كتستعملوا باش كترتب الشعر صعب يا ابنات وكتتلفوا الشعر ديالكم بحالة لغيتها بلاستيكي بالنسبة للبنات اللي الشعر ديالهم يعني عادي يخليوا هاك المدة ديالساعة وبالنسبة للبنات اللي يعني الشعر ديالهم يعني سيكون خاشين بزاف خليوا هاك ساعتين ثلاثة تسواية على حسب كل واحدة الشعر ديالها وديك الساعة كتغسلوا الشعر ديالكم عادي بالماء والشامبوان من الاول استعمال كتشوفوا واحد الفرق رائع رائع بزاف يعني الشعر كينزل لنا كيبقاش يعني خاشين كترتب لنا الشعر مية في المية يعني كتتعتبر كيراتين او في نفس الوقت بروتين للشعار ديالنا رائعة للشعار جاربوها ويعني وصفة جد سهلة وبسيطة اي بنت تدير هاد الوصفة هادي تبقوها كتديروها مثلا كل اسبوعين هادارة مع المدة كيولي الشعار ديالنا يعني رطب رائع بزاف الزبدة للشعار ديالنا مهم البنات كان ادول فيديو ديال اليوم تهلا فرسكم بزاف بزاف ما تنسونيش باللايك ديالكم وبالنسبة لاخوة جداد الى زرطوا القناة ما تنسوش تشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي جديد الى فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة